السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبناء المكون وقيادات ونواب حزبه هذه التصرفات لم يقف أمامها المكون السني بأقطابه المتعددة متفرجاً إنما يقود حملة ضغوطات سياسية وحتى عشائرية تهدف إلى تقنين تحركات الحلبوسي وكسر شوكة التفرد بالقرار وهو ما يجعل في دائرة خطر الإقالة حجم المساحة شكلها اللي يبنحها الحلبوسي لشركاء في البيت السني تضع على مقربة من مسارات الدكتاتورية كما يراه المتخصصون في هذا الملف من أبناء المكون السني ملفنا الثاني مشاهدين أحبة راح نتحدث في حصاد هذه الليلة مع أقرب انتهاء بطولة كأس الخليج الكروية بنسختها الخامسة والعشرين والمقامة على أرض الفيحاء اللي أعادت لمشمل الدول الخليجية واحتضنت من طال انتظارا من الأشقاء نقصد الجماهير فقد تمتد مؤثرات صناعة هذا الحدث إلى مساحات ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية سواء الأقليمية أم القارية فما عجزت عن تحقيق السياسة في سنوات حققت الرياضة في بضعة أيام وكان إلها الأثر الواضح في طي صفحة الإسقاطات والمؤثرات السياسية على الفعاليات والأنشطة الرياضية اللي تسببت في إنعزال العراق عنه محيطة وأشقاء في الخليج إذن المشاهدين أحب هذه الملفات من حصادني هذه الليلة راح نتابعها ضمن هذه الحلقة تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا لم تهدأ طويلا حتى عادت نار الخلافات البينية بين قيادات وزعامات المكون السني إلى الواجهة مجددا لأسباب تتعلق بأنرجسية اللي يتعامل بها رئيس برلمان العراقي مع شركاء في البيت الواحد هذه التصرفات نجمت عنها انشقاقات ومن المحتمل أن تضاعف خلال مقبل الساعات وليس الأيام خلونا مشاهدي الأحب بنفتح هذا الملف لكن بعد نشاهد تقريب الزميل علي حبيب تبادل شتائم وتراشق اتهامات هو مختصر المشهد السني حاليا بعد أن فجره توقيع رئيس السلطة التشريعية وبظروف غامضة على محظر قبول استقالة عضوية مشكوك في مدى صحتها فالديكتاتورية رئيس البرلمان أطلت برأسها مجددا مستغلا صلاحياته ليعود بالأبهان إلى مراحل سابقة على حد وسط أبناء جلدته حالة التفرد والاستبدادية لم تقف عند قبة البرلمان وتنتهي أنما وصلت حد المحافظات المسؤول عنها فتصرفاته غير المسؤولة قادت المكون السني خلال الساعات القليلة الماضية إلى مراحل قابلة للإشتعال فخلافاته طفت على السطح وتحولت إلى إشارات واضحة تدل أن البيت السني لم يعد موحدا بل وصل حد الخلاف والاختلاف إلى الحزب الواحد لما يقول عنه نواب هذه المحافظات أن الحلبوس غيب مفاهيم التوازن في المناصب ورئاسات اللجان فهو أغدقها على الأنبار والموصل وحرم صلاح الدين وديالا هذه المقدمات التي بددت حرفيا فرص الاتفاق وأشاعة هوة الانشقاق تنظر بخطر كبير يلامس السلطة الأولى في البلاد بعد القضاء فضلا عن كونها مثلت عرضا متكررا قدمته القوى السنية خلال الآوينة الأخيرة فحرب النفوذ في المحافظات السنية مستمرة بلا هوادة وربما تسحب المشهد نحو مساحات أول ضحاياها كرسي رئاسة البرلمان علي حبيب الأيام القضائية اشتركوا في القناة مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة ورحب ضيفي الكريم الأستاذ كامل الكناني الإعلامي والمحنل السياسي حياك الله أستاذ كامل مرحبا بك حياك الله حياكم الله ضيفا كريما وكذلك سينضمعي عبر سكايب السيد إبراهيم السراج وأبدأ ما حضرتك ساتة كامل نتحدث اليوم عن الانشقاقات اللي بدأ يعني وطيسها يتصاعد شيئا فشيئا نتحدث عن ساعات ولو ربما بعض المعادلات السياسية ستتغير ترى مدى وافع لهذه المناكفات السياسية داخل البيت الواحد بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله وحيا مشاهديك الكرام وكادر البرنامج الطيب بالحقيقة يتذكر المشاهدون الأعزاء وتعرف جنابك أن العامل الخارجي كان أحد العوامل الرئيسية في اتلاف الكتلة السنية يعني أوردقان هو الذي جمع يعني الحلبوسي والخنجر وبقية القوى السياسية اجتمعت بعوامل خارجية ودائما المكون في المنطقة الغربية يستقوي بالخارج ويستمد الكثير من عناصر قوته من الدعم الخارجي فإذا ما حصلت خلافات في الوضع الخارجي انعكسه هذا بشكل واضح على تماسك هذه الكتل هذا جانب الجانب الثاني الزعامات السنية تعتمد مبدأ الدكتاتورية والقيادة المطلقة والأب الكبير والأخ الكبير الذي يقرر وعلى الآخرين أن يطيعون وهذا التمثل الاجتماعي والمنعك السياسي على الكتل السياسية يكاد يكون واضحا في زعامات الكتل يعني من طارق الهاشمي العدنان الدليمي إلى وسام النجيفي إلى غيره كانوا دائما يفرضون آراءهم على الآخرين وفي بعض الأحيان بالقوة والتهديد والقتل وربما سجل المشهد السياسي العراقي عمليات تصفيات واغتيال وتفجير للعديد من الشخصيات السياسية لأنها كانت تعارض الزعيم أو القائد فما يقوم به الحلبوسي من رغبة في فرض ديكتاتوريته وسياسته وآرائه وذوقه هو جزء من الحالة المجتمعية التي يعيشها المواطن أو السياسي في المنطقة الغربية يعني ليس غريبا حتى الذين ينازعونه هم ليسوا ديمقراطيون وليسوا أريحيون حينما يختلف معهم الآخرون والدليل على أن هذه السياسة سياسة أخصى الآخر وأبعاده أن هذه القوى السياسية أكثرها كانت شريكة في عملية دعم داعش لقتل أبناء شعبنا والتفجيرات والعمليات الإرهابية كلها كانت ممنية على أساس الخلاف السياسي لم تكن هناك مشكلة لا بين أهالي الرمادي وأهالي النجيف ولا بين أهالي الفلوجة وأهالي بغداد أو أهالي البصرة أو أي منطقة شيعية أو سنية يعني لا يوجد في تاريخ العراق معركة سنية شيعية بالمعنى الاجتماعي ما موجود هو معارك سياسية ولذا تصور أن هذه النزاعات سوف تنتهي بحل هذا أو عزل ذاكر تصور غير واقعي ربما سيستطيع خصوم الكربولي وخصوصا يعني الخنجر خصوم الحلبوسي مثل الكربولي والخنجر وغيره والسام الراي إذا استطاعوا عزل الحلبوسي هذا لا يعني حل المشكلة المشكلة سوف تبقى الخلافات سوف تبقى الزعامات السنية سوف تبقى تتصارع خصوصا أن هناك تأثير كبير على المناصد وعلى احتلال هذه الشخصيات للمناصد على هذه القضية ويعني شخصيا هي كتلة التقدم والسيادة اعترفوا بشكل واضح وصريح أن الدهلقي انسحب لأنه طلب موقع لم يعطوه قالوا طلب رئاسة هيئة النزاة وطلب لسكرتيرا نائب محافظة ديالة فلما لم يحصل على هذه المناصد قدم استقالته إذن العوامل الخارجية والتركيبة الاجتماعية والصراع على المناصد أهم العوامل التي سوف تبقي هذا الصراع مستمر ومختلف الشدة ومختلف الحدة بحسب المواقف السياسية لبقية الكتل الأخرى يعني حينما يجد المختلف داعمين من الكرد والشيعة ربما يتصعد الخلاف وحينما يجد تفاهمات قوية يخفت أو تخفت حدة الخلافات ولكن في الأصل الخلافات موجودة عوامل تغذيتها موجودة بيئتها الاجتماعية قابلة لها وعواملها الخارجية أيضا موجودة وتتحرك وفقها طيب التحالف عزم أستاذ كامل صرح يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحلبوس يستخدم طرق انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي وتحالف عزم أيضا يبدأ يبدي القول بأنه حان الوقت لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية ويردف أنه جميع الكتل السياسية مطالبة بموقف مسؤول لحماية المسار الديمقراطي ضد كل ما تسول له نفسه وممارسة السلوكيات الاستبدادية طيب هنا أنا أصبح يعني كأنما إشارة إلى إشراك شركاء السياسيين وعدم بقاء هذه المشكلة داخل البيت السني طيب رأيك أين تحل هذه المشكلة في أي دائرة يعني أنا أعتقد العزم ما يختلف عن الآخرين في مثل هذه الفكرة هو الآن يهاجم الآخرين بهذه القضية ولكن هو نفسه في طريقة تعامله والمشاكل اللي حدثت في محافظة صلاح الدين وبعض المسائل المالية والفساد وغيرها كانت أيضا تشهد بأيضا سلطات حاسمة وحازمة حينما تختلف مع أحد يعني الصراعات على الوقت السني صراعات على محافظة صلاح الدين على محافظة ديالة صراعات سواء كانت عزم أو تقدم أو تحالف السيادة كلها يعني طبيعية جدا في هذه الأجواء الاستقواء بالآخرين من أجل فض خلاف داخلي أنا أعتقد هذا يعني السياسة لن تنجح يعني الإطار الشيعي على سبيل المثال لن ينجر إلى دعم جهة على جهة لأنها مختلفة وهذا لاحظناه بشكل واضح في الخلاف الكردي بين البارتي واليكتي الإطار الشيعي يعني حاول دائما أن يجمع القوى الكردية لم يريد أن بالرغم من أن الاتحاد الوطني وقف معه طويلا في مسألة الثلث المعطل وفي نتائج الانتخابات وغيرها ولكنه لم يقبل أن يستفيد من الخلاف الكردي فيقوي طرف على آخر أعتقد الاستقواء بالقوى السياسية الأخرى السياسة لن تجدينها فعلا لأن الآخرين لا يريدون أن يضعوا بيضهم في سلة طرف مختلف في الطرف آخر الحلبوسي مختلفين معه الآن ينتقدون سلوكه ينتقدون تصرفاته هناك انتقادات كبيرة لدوره في تعطيل بعض الجلسات البرلمانية مثل جلسات محاسبة وزير المالية والمسؤول بنك المركزي ولكن هذا لا يعني أن نسمح للخلافات السنية أن تكون ملاك في تعيين المواقف السياسية فندعم هذا الطرف على حساب ذلك أنا أعتقد هذه سياسة خاطئة تبقى البوصلة الوطنية هي الحاكمة ويبقى الحلبوسي يمثل مجموعة من الناس ويمثل مجموعة من النواب وإن اختلفنا معه وإن انتقدنا سلوكه وإن انتقدنا تصرفاته الأخوة الآخرين الذين ينتقدونه من داخل المكون السني لأنهم يحسون بوطأة وثقل وقسوة إجراءات الحلبوسي عليهم وهذا من حقهم وعليهم أن يسعوا لكسب أصوات لعزله أو لإيقالته أو لتقليل عدد نوابه هذا عمل هو هذا المشروع السياسي التبادل السلمي للسلطة هو هذا مساحته يعني ليس هناك مساحة أخرى والمهم في كل هذا أن هذه الخلافات تحل بتصويت وببرلمان وبانسحاب نائب وبالتحاق نائب يعني الخطوة الأخيرة اللي عملها الحلبوسي ما عليه في الدنيا خطوة صغيرة يعني الكبار السياسيون القادة الكبار لا يلجأون إلى مثل هذا الأسلوب يوقع جماعته على استقالات مبكرة وبعدين لم تما يختلفوا يهم يطلعوا هذا ما كان ظاهرا ولكن الغاطس أكيد أعمق حسب ما شخصته هذه الزعامات زعامات البيت السني في هذه الجزئية أرحب بضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم السراج المحل السياسي أستاذ إبراهيم تفضل ضيفي الكريم الأستاذ كامل الكناني بأن خلاف الزعامات وهذا الرصد لرئيس البرلمان حول الأداء في المدة الماضية ربما كان هو السبب في هذه التشنجات وأن حلها كيف سيكون من جهة وأيضا هل أن المصلحة مصلحة المكون مصلحة المواطن مصلحة الشعب كانت حاضرة في هذه الخلافات اختلفوا حول هذه المصلحة الوطنية أم أن جذور أخرى لهذه الإشكالية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفة الأستاذ كامل الكناني حياك الله حياك الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتأكيد أنه كان متوقع أن تنتصل لخلافات داخل البيت السني لهذا المستوى يعني أغلب خلافات كانت هي تحت الألقاع لم تطر إلى العلم ولكن أنا أعتقد أنها بعد ذقالة أو بعد انشخاق نائبين نائب ليتيك والليمي والبايني أعتقد أن الآن الذهل على فن الرعد الذهلك أعتقد أن الآن فاسع الوضع قد يختلف الآن يتطور إلى محطات أخرى هو ليست قضية خلافاتية من أجل منفعة البيت السني أو منفعة جهوية وما شابه ذلك في قدر ما هو الخلافات حول أسلوب الإدارة الحلبوسي وهي منتها على القرار وحتى فيما يخص التعيينات والمناصف كانت توكل إلى جهات أو إلى أشخاص هو يختارهم وكان يختارهم طبعا من العشيرة ومن المقربين إليه وما شابه ذلك لذلك أعتقد أن هذه هي أحد أسباب الخلاف أثنين أنه إذا رجعنا إلى ذلك الخلاف فيما يخص المؤسسة التشريعية الحلبوسي لديه عقدة ديكتورية وتسلط بالقرارات لذلك أنه منع أو حاول أن يسحب مجلس النواب العراقي إلى ليست هيئة الرئاسة وضعها تحت تصرفه وبالتالي هو فرغ هيئة الرئاسة البرلمانية من أن يكون هناك قرار تشاوري بين الرئيس المجلس النواب ونوابه لكن هو الآن ألغى هذا الأسباب الشديد وكان هذا خطأ يعني البرلمان العراقي سكت على هذا الخطأ لأنه هي محاولة ديكتورية ومحاولة هو أن يضع كل القرارات وحتى يتحكم في المشاريع القوانين وما شاء بذلك وحتى محظر أو جلسة مجلس النواب كان هو يضحى هو بيده والمقربون له لذلك أعتقد أن الخلافات هي خلافات حول ستوب الأداء والهيمنة على القرارات وما شاء بذلك هو التهميش الجهات أخرى يعني قد تكون الآن هذه بداية لتصدعات أخرى داخل تحالف سيادة وهذه متوقعة يعني على سوء أداء الحلبوسي تحكمه بالقرارات تهميش الشركاء داخل سواء من صلاح الدين ومن ديالة ومن بغدار ومن شافة ذلك وحتى الموسم ولكن قد تكون هذه الأيام المقبلة قد تشهد انشقاقات أخرى لنواب ربما يفلح الحلبوس في أن يلم شمل تحالف طيب أستاذ كامل نتحدث اليوم عن هذا التفرد وفي القرار بالتالي عندما نتحدث عن رئيس سلطة تشريعية شيء وعندما نتحدث عن رئيس حزب شيء ونتحدث عن ممثل مكون شيء ثالث بالتالي لما نجمع كل هذه المتغيرات في بودقة واحدة ألا ترى بأن المسارات ستتغير باتجاه يشمل الجميع؟ يعني من المتوقع أيضا أن يستمر هذا التداعي كما تفضل الأخ العزيز الأستاذ إبراهيم السراج الذي أحييه وأنا سعيد بحضوره معنا هناك تداعيات وهناك احتمال انسحاب نواب وهناك احتمال انهيار تحالف السيادة أصلا يعني هذا مطروح على مستوى التوقعات السياسية ولكن ما أريد أن أقول أن ليس هناك فرق كبير يعني هذه الكتلة التي يمثل بكل أنواحها يعني بكل أحزابها وبكل تشكيلاتها ليس هناك فرق كبير أن يكون محمد الحلبوسي أو جمال كربولي أو خميس الخنجر أو فلان أو فلان أو فلان هو رئيس الكتلة هذه القضية كانت دائما موجودة وكانت دائما تحل بالقوة والتهديد والعنف الآن فرصة التهديد والعنف انخفضت قليلا فبدأت الأصوات المعارضة واضحة وإلا كان في زمن الهاشمي من يعارض يقتل ويعني مجرد تأييد أي موقف سياسي أو المعارضة على أي موقف سياسي ممكن أن يؤدي إلى تفجير بيته هذا المختلف وقتله فهذا موجود بالتعامل بين قادة الكتل السنية في المنطقة الغربية وهو يعتبرون سلوك طبيعي يعني وهو يعتبرون أنه من المصلحة من مصلحة المكون ومن مصلحة الطائفة أن يبقى صوتها واحد من النحية الواقعية في الأنظمة الديمقراطية وفي أجواء الحرية هذا عسف وقسوة يعني لا مبررة لها يجب على القوة السياسية أن تتفاهم أن تعمل بالمشتركات أن تقترب من بعضها أن توزع الامتيازات والمناصب والدرجات والتعينات وغيرها بأن كل مكونات الحالة الاجتماعية التابعة لنوابها وليس فقط أن يحوز عليها فقط جماعة الحلبوسي هذا أمر طبيعي أنا أعتقد المطالب طبيعية ولكن حالة القلاف أيضا طبيعية جزء من بنية المكون الاجتماعي الواقعية طيب اسمح لي أستاذ كامل أن أرحب بضيفي الكريمة أستاذ إبراهيم الدليمي السياسي المستقل ينضم معنا ضيفا كريما في الأستوديو أستاذ إبراهيم الله بالخير اليوم نتحدث عن المحافظات السنية بالمصطلح السياسي نتكلم وليس الطائفة بتاتا المحافظات السنية لكل محافظة إلها كيانها وإلها خصوصيتها بالتالي ما لاحظنا أكو زعامة سنية تجمع كل هذه المحافظات أكو مشاريع عمار أكو إعادة مناطق محررة إعادة إعمارها إلها آخرين من هذه المشاريع الاستثمارية واليوم نلاحظ بأن هناك استحواذ على هذه المحافظات حسب ما عبر عننا الكثير من شيوخ ووجهها وسياسية هذه المحافظات شون شوفنا هذه الأزمة الأخيرة يال بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا إليك ومساءك سعيد والمشاهدين أستاذ كامل حيات الله أستاذ إبراهيم الله يحييك تدري يعني أحنا العملية السياسية العراقية اللي دخلوها يعني هش خلح شركيها تطقف طيق ممكن يتم يعني عدهم حنكة سياسية أو عدهم خبرات سياسية أو عدهم روح التضحية الأغلب من عدهم هو روح الأدى والنرجسية وغيرها خضنا ما خضنا يعني بصراحة كان مكون سني من الألفين وثلاثة إلى الآن بمشاكل إلها أول ما إلها آخر وبالتالي يعني وصلنا إلى مرحلة قمنا نعتمد على الأخ الأكبر الشيعي في يعني حل حلة بعض المشاكل لكن للأسف بعض القيادات الشيعية تحاول أنه تميل لطرف سين من الناس ضد أسماء أخرى دون غيرها يعني مثلا الآن الأزمة اللي دا نمر بها جنابك الكريم تدري وأنا راح يعني أنت معاشرني وأستاذ كامل يعني يعرفون توجهاتي أنا من أكثر العالم يعني بعد الآلفين وثلاثة عشر أنا ساندت خلينا نقول البلد الثناثة للسيد الحلبوسي إلى أن صار رئيس بلس النواب وأكثر واحد اتحارب من المكون السني بسبب مطالبتي بدخول الحجد الشعبي في حين تذكر لمن كانوا يقولوا لا راح يسوون تغيير ديمغرافي ومريد الشيعة وهذا يقول راب وأنا الوحيد وانضربت وتأثبت واضح يعني هاي مواقف واضحة الآن وصلنا مرحلة يعني من بالثمانطعش من صار تحالف البناء قالت كلمت فيها الزعامات قلت لهم ما يصير يعني بعض الشغلات راح تأدي بالنهاية إلى زعامات ممكن تخنص نعملها ديكتاتورية بهاي الصلاحيات المطلقة وهذا الدعم المطلق وفعلا اليوم احنا صراحة استاذ نمر بمشكلة يعني مو اليوم قاني صالي سنة ونص يعني المصدل هاي المشكلة لكن بهاي الأسبوع الحمد لله برزت للساحة وقام يطلعون ناس يسمون ويعاونون بهاي المشكلة الآن الزعامة ما يدعي الزعامة رئيس من سنوة بالعراق بحقيقة الأمر يعني همش المكون السني همش قيادات همش شيوخ عشار أصليين شيوخ شيوخ يعني همش كفاءات علمية قادة همشهم وطلحهم وبالتالي جاب كل من اللي يريده يعني جاب المدير اللي يريده جاب القائد اللي يريده جاب مدير الأمن مدير استخبارات مدير بلدية بالمحافظات وخلى العالم مرعوبة واستعمل للأسف الشديد استعمل طريقة ديكتاتورية اللي تقومي بالأفواه يعني بحيث قام المعارض أنا من الناس هددت عدة مرات يعني مرة هيش خلحتها بالفضائية يا ميسر قالوا يجز لي خبر أنا اللي أكثر واحد سانته يقولهم بعض ضيحش عليه ترى أقول سلس سنة وذب وراء الشمس هذا أنا وين أنا رجعت للديكتاتورية لو أنا ديمقراطية نائب مرشح تجبرة اللي يوقع لك على ورقة بيضة ويكتب لك استقالة ويكتب اسمه يوقع وتجبرة عليها إجبار وبالتالي تعرضها بالشهر الخامس السنة الماضية ويذيلها محمد نوري مدير المكتب بالتاريخ القديم وتجي أنت البارحة تفعلها واليوم يصدر أمر بأحمد المشهداني يعني أنت بتاريخ العراق سمعت قرار يصدر البارحة واليوم يصدر التعيين أشو أحنا إذا نريد أن نريد أن نذهب على الجنسية تطول لك سأل والدي على الجنسية صالها ستة شهر وما منطهمه الجناسي شلون واحد منتخب من شمال بغداد وإنسان تعرفوا الليث الدليمي مو دفاعا عنه إنسان مطائفي ووطني وعده خليط عشائري من أهلنا التمايمة وغير التمايمة بالتاجي واليوم التاجي والنباح وشاطئ التاجي وبنطقة الطائيين والبعبود مغلوبة قلاب شلون تطلعها بالتالي أكو نقطة أريد أثيرها لأخواني وقال قادة الشيعة ليش خلي أسميها مبطعة فيها لكن كتسميات هلأ أعضاء مجلس النواب العراقي المنتخبين من الشعب العراقي هم تلاميذ في مدرسة بالصوف في الأول ابتدائي أمت ماراد رئيس المجلس يوقع يفصله ويطرده زي المهاذا منتخب الشعب هاي إخلال بالعملية السياسية وهذا أنا أتصور هاي هاي مدروسة هاي التصرفات وراه دراسات وراه توجهات لإسقاط العملية الديمقراطية أو أضعافها بالعراق وبالتالي لمن اليوم أنا قاعد ويا نواب وقاعد ويا قيادات شيعية مركزية وقاعد ويا رئيس تحالف سيادة ونواب يعني البال حول اليوم عن هالموضوع الكل ممتعبة ولكل مرايدة وراح يعني أطيك مو بس ني ثد اليمي الآن صار لحد قبل ثمانية قبل ما أروح القناة الدجلة وأجعليكم أنا عندي تسح أسماء مصرين الخروج من تقدم وبالتالي تشتت القرار مهنان أستاذ إبراهيم دعنا نتحدث عن ساعات لربما تحدث هذه التغيرات متابعتك لهذه الأحداث المتسارعة شوف هذه الوجهة النظر شنو ممكن يتحقق منها ممكن تؤدينا إلى تغييرات في رأسة مجلس النواب العراقي وعلى يعني اسمح لي أستاذ الكريم وعلى الإطار بتحمل مسؤولية كاملة لأنه بتغيير الأوضاع لأنه لمن أجوا أنت صلاحية مطلقة ولغى هيئة الرئاسة ورجع بكلمة الرئيس هو اللي يتحكم هاي هي الدكتاتورية وهذا اللي زرعت هاي الثغرة وخلت التشتت يصير وبالتالي إذا المكون السني مكون مهم مهم جدا من الشعب العراقي إذا شتت إذا العملية السياسية رأكون بهذه الفجرية سيد إبراهيم خلينا نتقل أستاذ كامل كنان أستاذ كامل استمعت ما تفضل به سيد الدليمي سيد إبراهيم يتحدث عن سياسة الأخ الأكبر يجب أن تكون حاضرة بالذهاب إلى البيت الشيعي وحل الإشكاليات وبالتالي أيضا البيت السني الأخ الأكبر تقصد حضرتك سيد إبراهيم لا الشيعي الأخ الأكبر هو الشيعي الأخ الأكبر البيت الشيعي نعم لحل الإشكالات في البيت السني هذه واحد القضية الثانية نتذكر أنه في سبتمبر الماضي كان هناك انسحاب استقالة من الحلبوسي وتجديد الثقة من قبل 222 نائب طيب هذه المقدمات كيف تنتج ثمارها في هذه المرحلة الحساسة أحيي الأخ الدليم الأخ العزيز يعني وآراء فيها من الشجاعة والقوة والحصافة ما يكفي مع بعض التفصيل قوية الإطار وإدخاله في دعم شخص أو مواجهة شخص هذه مو من مصلحة الإطار ليس صحيحا على الإطار أن يواجه الحلبوسي أو يقو الحلبوسي أو يقف مع الحلبوسي الخلافات الداخلية بين المكونات خلافات موجودة توجد بالمكون الشيعي والمكون الكردي وبالمكون السني الآن برزت بشكل واضح الإطار كان دائما موقفه بالرغم من وجود رغبة مع الطرف معين مثلا في قضية الخلاف الكردي كما شرحت قبل ما يجي الأخ العزيز أستاذ إبراهيم في الخلاف الكردي موقف الإطار كان مع الاتحاد الوطني ولكن في موضوع رئاسة الجمهورية طلبوا من الكرد أن يتحدوا أن يتفقوا أن يقدموا مرشح واحد ليس صحيحا على الإطار أن يدعم جهة ضد جهة صحيح بالتحالفات السياسية بالحسابات السياسية أنت تحسب مني الكتلة الأكبر وتروح تتفقوا حتى تحصل على أصواتها ولكن بالمعيار الوطني يجب أن تحافظ على لحمة هذه التكتلات على لحمة هذه الوجودات وهذا يستلزم بعض التضحية أنت تقبل أن ربما صديقك يخسر ولكن على أن لا تفرط بوحدة هذا لأنه إذا دخلنا في دعم فلان ضد فلان وفي دعم البارتي ضد اليكتي وفي دعم يعني راح ندخل في مجموعة من النزاعات الداخلية التي تزيد تهميش وتضعيف القوة السياسية من مصطحة القوة السياسية أن تبحث على المشترك أن تبحث عن الموقف الجامع وتتفق عليه توجد مشاكل نعم توجد أخطاء في إدارة الحلبوسي نعم موضوع حيئة الرئاسة موضوع حساس ومهم طرح الأخ إبراهيم السراج ويطرح الأستاذ إبراهيم ديليمي وهذه من الأخطاء الكبيرة اللي وقع به الحلبوسي اللي رغبته في إمساك السلطة لوحده بيده وبالتأكيد الأطار ما يقبل هاي السياسة ولكن اسألني هل يتحالف الأطار مع مثلا عفوا الأستاذ كامل ما هو الأطار صوت له النواب الأطار صوت له أن يكون رئيس وليست أيئة رئيس هذا لا قصر 122 نائب أصبحتك الذي يريد للمشروع أن يمشي ويستمر عليه أن يتجاوز الكثير من الخلافات يعني كانت هناك كان هناك توقف أنت تتحدث عن مرحلة ما بعد الانسداد السياسي بأيام كان هناك انسداد سياسي أخر البلد أخر الموازنة أطل المشروع السياسي كله أنذر بثورة اجتماعية مدمرة كان ضروري جدا العبور من هذه المرحلة نفس هذه الإشكالات بدأت بعض الزعامات السياسية تتحدث عنها الزعامات السنية تحديدا أستاذ إبراهيم السراج أعود لحضرتك يعني هذه الإشكالات لما يكون هناك اتهامات لرئيس البرلمان بتأخير جلسات البرلمان عرقلة العملية السياسية نتاج برلماني ماكو أيضا هناك استحواذ على محافظات بعينها كل هذه المسائل أثارت حفيظة المكون السني بالتالي هذه الارتدادات إلى أين سيصل مداها عفو يا يا ويا أستاذ إبراهيم السراج ضيفا كريما عبر عبر السكايب أستاذ الدريمي أنا فقط يعني عقب على ما قاله الأخ العزيز السيد إبراهيم الدريمي الإطار التنسيقي حقيقة أنه قرار تغيير الحلبوسي من رئاس المنسي النواب يعني هو قرار سني ولكن الإطار سيدعم هذا التوجه أنا على حد علمي يدعم هذا التوجه هو أيضا لديه ملاحظات حول إداء الحلبوسي فيما يخص يعني من الذي أوصل الحلبوسي لهذا يعني أولا مثل ما تحدثات كامل عندما ألغى هيئة الرئاسة كان الوضع في البلاد وضع خطير جدا وانزغ جدا يعني كان هناك تظاهرات كان هناك تهديد العملية السياسية عملية السياسية ومعطلة المؤامرات الداخلية والخارجية تحاك ليلا ونهارا ما كان هناك يعني حتى مجال حتى يكون الإطار أو ما شاب الإطار يعني إحنا لا نضع اللائمة على الإطار للإطار هو شريط لديه شركات سياسية في العملية السياسية وبالتالي هناك توافق سياسي يؤثر العملية السياسية أنا أعتقد يعني أحد الأخطاء الذي وقعها مجلس النواب وكل أعظام مجلس النواب هو عندما وافقوا على إلغاء أو تفكيك هيئة الرئاسة واختزل مجلس النواب برئيس مجلس النواب سيد محمد الحظ وهذا خطأ كبير يهدد الديمقراطية وبالتالي الخطأ الثاني أيضا الذي ارتكبته يعني حتى الحكومة الكاظمة هي كانت سبب في ذلك أولا أنت تتعلم حضرتك أن الحلبوسي هو رئيس مجلس النواب يعني رئيس السلطة التشريعية في البلاد لا يمكن أن تسند إليه مهام مظيفية هذا حسب التستور وحسب التظام الداخل مجلس النواب اللي صار أنه لجنة نجلة دعم المحافظات المحررة أو أعمار المحافظات المحررة أسندت إلى الحلبوسي الأممال أيمن عليه الحلبوسي لذلك هذا كان هو أيضا خرق قانوني كبير جدا لأنه لا يمكن أن تعطى له هذا اللجنة وبالتالي كان ممكن أن تكون لجنة من جهات أخرى تنفيذية وليس تشريعية وهذا هو استغل في العملية الانتخابية وبدأ يروج أو يستخدم هذه الأممال في العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية الموضوع هو ليست يعني إذا طرح من داخل البيت السني عملية قالت الحلبوسي أنا أعتقد لن يتراجع الإطار وسيقيل الحلبوسي لأن هناك شخصيات أفضل منه مثل ما فعلوا عندما كان سيد محمود المشهداني دكتور محمود المشهداني كان قرار سنيا ولكن كان بوقت التحالف الوطني دعم هذا القرار لأن كان لديهم ملاحبات عن أداة سيد محمود المشهداني عموماً يعني هذا يدفع بالدات ما تفضلت به خلي أعكس إلى الأستاذ إبراهيم الدليم أستاذ إبراهيم ليش إحنا عدنا أكفة متلازمة أو علاقة ارتباطية بين من يتولى منصب رئيس مجلس النواب وبين زعامة البيت السني يعني أولاً أنا أحيي أستاذ إبراهيم السراج لكن تعقيب بسيط إذا سمحت من خلال كلام الضيفين الكريمين يعني اللي يقول كان مرحلة صعبة ومظاهرات وريد لشكل حكومة هذا أنا وياكم ما اتفق بي وأعرف هاي التاريخ وأنا عايشة بس هذا هسا الكلام هذا يعني يعني للكثير يعني هذا ما معناه الحلبوسي ساوم الإطار التنسيقي وابتزهم ابتزاز لعجل يصوتوا له على الكرسي حتى تكبر الحكومة هذا الابتزاز مرفوض أنا أعتقد وإلا كيف ميتين واثين وعشرين نائب شيعي هي تخلحتيها بصريح العبارة الجو كملوا تأييدهم للحلبوسي بل أضافوا فقر إلى تأييده الغاء هيئة الرئيسة وجعل رئيس النواب بالصلاحيات هذا الجواب يا مستاذ كامل كناني ولكن أجب أنه حنز عامة البيت السني وارتباطه برئاسة مجلس النواب أنا أحكي بكل صراحة وبكل ثقة وبكل جراء دائما وأبدا رئيس مجلس النواب العراقي تكون سلطة من سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى يعني يكون مقرب لهم وبطريقة أو بخرى خلي أتكلم يعني بأكثر شوي وضوح للمشاهدين يتقربون لأسباب بعضها قد تكون سياسية بعضها مطامع بعضها مراكز يعني رئيس مجلس النواب ممكن يستدعي أي وزير ويقيله ويقعده ويحاسبه وهو ستغيير تغيير برئيس مجلس النواب هل هو من باب أنه الدعوة لزعامة سنية جديدة أبداً بالضرورة أنه لازم يتغير مجلس النواب أستاذ الكريم لو بالعكس المسألة أستاذ الكريم ملاحظة لكل من الجنابك وكل من يسمعك تتضر أحنا بالسنة ماكو زعامة يعني هاي النقطة أرجو الكل تعرفها لكن أكو مثلاً خلو نقول هذا اليوم هو متصدر المشهد السياسي كرئيس مجلس النواب الحالي أو في حين أنه جاي فيه أو صالح المطلق اللي دائماً يتوأ المنصب العالي أو الحساس هو يكون مزعم الأمور أما كزعيم يجاد يقول لك هاي زعيم سنة أنسى وقل له ماكو يشيو ذو اللي يقول لك جيبك بالل مقابلة أستاذ كامل نعم أستاذ كامل سريعاً ذات تسمح لي أنه كيف تنظر لما طرح السيدة الدليمي حول هذه القضية تحديدة يعني لا يلام الإطار على تمرير مشروع يعني المشروع يعني نحن نتحدث عن أكثر من سنة توقف وانسداد سياسي نعم نتحدث عن حكومة متواطئة مع المحتلين نتحدث عن مؤامرات داخلية وخارجية هيجة الشارع العراقي ضد المشروع السياسي كان العبور من هذه الأزمة ضروري جداً أي مرشح كان ممكن أن يقبل بيليطاق الحلبوسي لا يتميز الحلبوسي ليس لديه يعني كفاءات استثنائية أو معرفة أو شخصية كارزمة قيادية يعني هو مرشح كتلة سياسية يملك عدد أكبر من النواب ليس إلا يعني أي مرشح كان ممكن أن يمر والحلبوسي كان هو الأرجح بسبب المكون السني أعطى أكثرية هذه الأصوات الآن حينما يكون هناك تغيير بالتأكيد الأطار سيكون داعم للتغيير ولديهم ملاحظات علنية ولديهم نقد يومي يعني كتلة دولة القانون والكتلة الأطار التنسيقي تنقط سياسة الحلبوسي بشكل يومي بالتأكيد إذا ما تحركت المجتمعية السنية والعشائرية السنية والنواب السنة باتجاه عزل الحلبوسي سيجدون في الأطار وفي الكثير من القوى السياسية الأخرى مؤيدين وداعمين اليوم صار هذا التحرك أستاذ كامل وأجمعت أشائر الأنبار بماعرف ظهر ما ما شبت المؤتمر أنه هذا التصرفات والاستبداد والديكتاتوري وتكبيم الأقوى رفق مرفوضة وبعد من اسمح له وطالبوا بالتغيير رئيس ميجس النواب نعم إن شاء الله تعالى يتوفقون إن شاء الله بدعمكم بدعمكم بدعم الإطار نعم أشكرا جزيلا لحضرتك سيد إبراهيم الدليم السياسي المستقل على هذه الإثراءات وهذه التحليلات وأشكر كثير لحضرتك لأستاذ إبراهيم السراج المحلل السياسي انضمت معنا عبر سكايب والتفضل المبقاء معي لأستاذ كامل كناني كي نتابع بالملف الآخر مشاهد يا لأحبة ترجمة نانسي قنقر مجدداً حياكم الله مشاهدي الأحبة وجدد ترحابي بضيفي كريم الأستاذ كامل كناني الكاتب والمحلل السياسي حياكم الأستاذ كامل وكذلك أرحب بضيفي الكريمة الكابتن عبد الكريم ناعم المدرب الكرة وهنا بك كابتن ضيفاً كريمة في الأستوديو كابتن عبد الكريم نتحدث عن خليجي خمسة وعشرين وإحنا اقتربنا من نهاية هذه البطولة واللي نتمنىها أنه ما تنتهي ما دام أن هذا العرس الكروي مستمر في العراق نتحدث عن الدبلوماسية الرياضية وأثرها في شحذ همم الشعوب والجماهير وبالتالي نؤسس إلى ربما منظومة اجتماعية جديدة تنعكس إيجاباً على المنظومات الاقتصادية والسياسية بسم الله الرحمن الرحيم اتحياتي لك أخي العزيز اتحياتي لضيفك الكريم السلام كامل حياك الله مرحباً لك جداً في الدعوة والحديث عن خليجي خمسة وعشرين وما جرى في البصرة وهذا بصراحة يعني شعرنا بالفرح والغبطة على اعتبار أنه العراق عاد لمحيطة محيطة العربي عودة الأخوة لو شقها العرب أكيد يعني فيه نواحي كثيرة نواحي إيجابية أظهرت معدن معدن الإنسان العراق الحقيقي اللي يمتد في عمق التاريخ لأكثر من سبع تلاف سنة وما زال مستمراً في العطاء وفي التحدي لكل الصعاب لواجهته أنا أعتقد رغم تأخر الأشقاء في القدوم إلى العراق في ظل كل الإرهاصات اللي كانت قائمة سابقاً ولكن أنا أعتقد ما قدمه العراقيين بكل انتماءاتهم متوجهاتهم في كل محافظة العراق والبصرة العزيزة أنا أعتقد هو مثار فرح ومثار فخر لكل العراقيين أنا أعتقد أظهرت البطولة بعد أكثر من البعدها الرياضي بأظهار معدن وحقيقة الشحب العراقي الكريم وما يتميز به من من مفردات الطيبة والكرم والشجاع اللي هي أصلاً متوارثة عبر الأجيال في صميم ووجدان هذا الشعب الكبير اللي يمتد جذوره في التاريخ العريق من هنا بدأت الحضارة وأنا أعتقد تستمر إلى ما لا نهاية إن شاء الله في العراق العراق راجع بقوة أنا أعتقد هذه اللحمة وهذه الأخوة وهذا التأخي الشعبي العراقي ودعمهم لمنتخبهم الوطني في البطولة يعني يشعرنا بالغبطة بالفرح لأنه ما يقدم في البصرة بصراحة يعجز عنه أنا شاركت في أربع بطولات خليج عربي لم أشاهد ما حدث في البصرة بصراحة ما حدث في البصرة شيء مذهل أبهر العالم جميعاً بأنه شعب شعب كبير شعب معطاه قادر على العودة وأنهوض مجدداً لبناء مستقبل واعد لأجاند القادم إن شاء الله طيب أستاذ كامل نتحدث عن تطور آليات الدولوماسية الحديثة لما نتحدث عن دخول عناصر عديدة منذ سنوات تحدثنا عن العولمة في خلينا نعتبر نناقض العولمة بجوانفها الإيجابية البسيطة وليس هذه السلبية والتطويع ولكن أيضاً تطوير تقني تكنولوجيا معلومات انتشار وسائل التواصل خروج الحيز السياسي من هيمنة النخب إلى الشعوب بالتالي نتحدث هنا عن هذه الدبلوماسية الرياضية هل حققت مقدمات لبناء أسل صحيحة للدبلوماسية السياسية حياك الله وحيا ضيفك الكريم الدكتور عبد الكريم يبارك بي إن شاء الله أنا أعتقد أن يمكن النظر إلى بطولة خليجي 25 من ثلاثة مقاربات المقاربة الأولى رياضياً العراق كان محتاج الخروج من العقوبات كان محتاج قامة بطولات على أرض جمهورة كان متعطش للتفاعل المباشر مع فريقة وفرق الدول الجوار وهي تلعب على أرض هذا كان أمر ضروري جداً ومفيد المستوى الثاني المستوى الانطباع الذي يحصل حينما يأتي الأشقاء ويلعبون على أرض العراق بوجود خلفية سابقة يعني كانت هناك كانت هذه الدول متورطة كثيراً وعميقاً في هدر الدم العراقي من خلال دعم الإرهاب من خلال تأييد المشروع الأمريكي لتدمير العراق فحينما ينعكس المشهد ويحضر هؤلاء الضيوف إلى العراق ويجدون هذا الاحتضان العراقي وهذه الروح العراقية الرياضية وهذا الكرم العراق اللي تفضل به الدكتور عبد الكريم هذا يعني أن هذا الشعب عميق في حضارته عميق في سلوكه عميق في أخلاقه البعد الآخر انعكاس هذا على الجانب السياسي أنا أعتقد أن تأشرت إشارة مهمة جداً في سؤالك وهي هل تؤسس الدبلوماسية الرياضية لحالة جديدة لحالة سياسية بالتأكيد يعني كلام وسائل الإعلام الخليجية في السنين السابقة يعني أصبح هراء في لحظة هذا الإعلام الذي كان يحرض على العراق ويسئل العراق ويشتم العراقيين ويكفرهم ويخرجهم من الملة كله أصبح هراء حينما جاء المواطن الخليجي ولاحظ العراق وشاهد العراق فبالتأكيد هذا سينعكس على الخطاب القادم لهذه الأنظمة وعلى قدرتها على التعبير عن هذا التغيير الجديد الذي حصل لدى مواطنها إذا تستطيع أن تكذب مرة أخرى وأن تخدع مواطنها فسوف تجد صعوبة بالغة في ذلك وأعتقد أن هذا هو المربط الذي سيؤثر إلى يعني جعل العراق حالة متقدمة في دول المنطقة الانفتاح على العراق التعامل الأخوي التعامل الرياضي والإعلامي والثقافي المنفتح نعم كان أمنيتي أن يكون هناك حضور لهوية العراق الاستشهادية في الحجر الشعبي وفي أبو مهد المهندس وفي غيره كان أمنيتي أن يسمى ملعب جذع النخلة ملعب أبو مهد المهندس كان أمنيتي أن أرى في شوارع البصرة صور الشهيد المهندس والشهداء ترفرف عالياً لكن للأسف أشاهد فجر السعيد وغيرها يعني الأجواء التطبيعية والراقصة التي لا تمثل الهوية العراقية الحقيقية ولكن أقول هي فرحة فلتمر هكذا ومع الآمال إن شاء الله أن تستطيع المؤسسات الثقافية والمعنية بالشأن الثقافي في العراق أن تعكس هوية العراق الحقيقية من خلال المتصقات واللافتات والأناشيد وغيرها حتى نمثل يعني بطولة تمثل هوية العراق تمثل هوية المجتمع العراقي هذه هي آمالي من هذه البطولة التي أعتقد أنها نجاح عراقي كبير بكل المعايير طيب دكتوري حضرتك كابتن وأكاديمي في ذات الوقت ودربت العديد من المنتخبات نتحدث هنا عن هذه الصورة النمطية اللي راح تنبثق من خليجي 25 وتوصل أو وصلت هي هذه الصورة وراح توصل بعد إلى إقليميا دوليا خليجيا بالتالي هذا الموضوع هل سينعكس انعكاسا نفسيا على البطولات المقبلة تعرف حضرتك أنه مرة نلعب على أرضنا مرة نلعب على أرض الخصم ومرة أنه أكفت صورة نمطية وصلت حتى إلى الجمهور المشجع نعم بكل تأكيد بكل تأكيد أكيد الكل يتوقع أنه هناك قرارات راح تصدر بعض البطولة توافد المسؤولين العرب الخلاجة أضافة إلى يعني قادة من دول محيط أضافة لرئيس الاتحاد الدولي ومثلة الممتحدة في العراق بلس خارت أنا أعتقد هذا يعطي يعطي نوع من الإشارات أنه هناك انفراج انفراج للي يعني لدعم المجتمع العراقي بالمستقبل وأنا أعتقد هناك قرارات راح تظهر راح تخدمنا مستقبلا إحنا عانينا كثيرا أنا فعل منتخبات فترة طويلة عانينا كثيرا أنه تلعب بدون جمهور خارج أرضك تفقد هذه الميزة ميزة الدعم إحنا شاهدنا يعني في كل بطولة الخليج لم تكن هناك بطولة يزيد عدد جمهور أكثر من 15 ألف أو 10 ألف أنا شاركت في أربع بطولات وشفت كل ما في هكذا جمهور ولكن في البصرة في ملعبين 90 ألف متفرج وربما أكثر وفي خارج الملعب أكثر أكيد هذه الرسائل بعثت إلى العالم أجمع والأتحاد والأتحاد الأسوي والأتحادات العربية والخليجية يعني بحثت رسائل من الطمئنان مسائل محبة رسائل كثير من التفاصيل بيها الإيجابية اللي تخدم منتخباتنا ورياضياتنا بالمستقبل ليس كرة القدم بالذات وإنما تخدم السياحة مستقبلا تخدم الصناعة تخدم التجارة مع دول المحيط اللي بصراحة ابتعدنا فترة طويلة وإن حدثت أخطاء هنا وهناك مثل ما أتفضل الأستاذ إبراهيم أو مثلا بعض التفاصيل اللي مثلا عن غير عمد ربما لم تلاحظ ولكن أنا أعتقد إحنا صار أكثر 42 سنة لم ننظم محفل هكذا لم ننظم بطولة لم ننظم احتفال بهكذا مستوى يليق بالعراق تاريخا وشعبا وحضارة أنا أعتقد الرسالة العراقية وصلت وصلت أن هناك شعب حاضر بقوة شعب متطلع إلى الحياة يرغب في التواصل مع العالم وأن الصورة السوداوية اللي كانت مأخوذة عن العراق العراق الكبير أنا أعتقد كانت مغيبة على المجتمع العربي وأنا أعتقد راح يعاني تعاني الحكومات العربية القريبة المحيطة مستقبلا في كيفية إضاحة الصورة للمجتمعات هذه الدبلوماسية الرياضية وستاذ كامل وانعكاساتها على الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية خصوصا بين الدول الخليج ونتحدث عن ميناء مبارك كان الحديث ملف ساخن ميناء الفا والربط السككي توقفت هذه المشاريع بالكثير من العقبات بعد هذه الدبلوماسية الرياضية راح نقدر رطب الأجواء ونشتغل الشغل الصحيح اللي يعود بالمنفع على العراق بالحقيقة العراق منفتح على هذا يعني الانفتاح الاقتصادي وغيرها ولكن الدول الأخرى هي التي كانت منغلقة وأعتقد أن البطولة أتاحت للمواطن الخليجي أن يرى بوضوح إمكانية الاستثمار إمكانية العمل إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة إمكانية الإتيان بأموالهم واستثمارها داخل العراق إمكانية إنشاء معامل ومؤسسات وغيرها بالنتيجة ما أتاحته هذه البطولة لم يكن واضحا ولم يكن صريحا ولم يكن مدويا بهذا الشكل أعتقد أن الآن أي مستثمر خليجي يستطيع أن يفكر بإنشاء مرفق سياحي في البصرة مرفق سياحي في أي محافظة عراقية أخرى هذه البطولة أتاحت نقل رسالة حقيقية كاشفة عن أن الأمن في العراق جيد أن المجتمع العراقي قابل لعلاقة إيجابية جدا حميمة أن المجتمع العراقي درائم ومن انتهاكات وبالتالي هذه هي الأرضية المناسبة للاستثمار وللعلاقات السياسية الصحية الحقيقية فلماذا لا تتقدم هذه الدول بهذه المشاريع هذه تبقى الكرة بملعبهم نعم أنا شكرا جزيلا أستاذ كامل كناني الكاتب المحالي السياسي أثريت الحوار في ملفين ضيفا كريما وكذلك شكرا الكثير شكرا لكم حياتنا المدرب الكرة وشكرا جزيلا لك كابتن شكري موصول لكم مشاهدي أحبة على حسن متابعة لقاؤنا في الغد يتجدد بمشياته تعالى في أمان الله